السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو هادا سنضروع لجوج ديال الموادع ولجوج ديال المحاور. الموضوع اللول عاجل وصار بالنسبة للناس اللي بغا ترجع لأوروبا عبر البحر فهناك رحلة بحرية يعني سارع من فضلكم الى تجيل في الاستمارة باش ترجعوا لفرنسا لأوروبا عبر فرنسا فغاد نشرح لكم الموضوع والاخبار الخابر ما يدونوا الى اين التاريخ وكذلك غد نعمل معكم الاستمارة بنسبة للناس اللي بغاوا يعمرها فهدا خبر عاجل وصار الحمد لله بنسبة للناس اللي عندهم السيارات وبغير نرجعوا السيارات ديالهم لأوروبا الخبر الثاني للأسف ماشي مفرح هو يخص الناس اللي عيد خلوهم بالجيكا واللي عندهم فيزا تيب السي والدي للأسف خبر غير مفرح ولكن مزيال الانسان يعرف المعلومة وبطبيعة الحال كان نصح للناس انها كدريك تمشي تتأكد من المعلومة بنفسها من المطارات ولا من شركات الطيارة نبدو بالخبر الثاني اه نبدو به هو اللي هو ديال بلجيكا يبدو أن بلجيكا تعمل المغرب بالمتل يعني انت ما عادش تخلي الناس ديال يدخلي عندك وما عادش تخلي الطيران ديالي يخدم معاك فانه انا اagna Brahma vezها لنお願い فيزا كان قصد بأن بلجيكا قد تطين الناس فيزا تيب سي و تيب دي و اللي اعطيتها لهم يعني هذي واحد الشهر ولا شهرين ونصف الناس عندهم فيزا تيب سي و تيب دي يعني فيزا سياحية و فيزا دي التجمع عائلي ولكن لا تسمحوا للمغاربة بالدخول بهذه الفيزات هذو فهذه الآوينة هذي يعني الناس اللي يمشين سياحة إلى بلجيكا ولا الناس اللي يمشين تجمع عائلي يعني تجمع عائلي وكأنه كيكون عند الواحد يعني إقامة لأن الواحد كيكون طالع سيدة طالع عند رجلة ولا يعني كيكون الزوجين أو لا للأطفال طالع اللي اللي تحقوا بالأم والأب ديالهم ولا بيهم جوج في بلجيكا ورغم ذلك فبلجيكا كتمنى على هذ النوع ديال الفيزات الناس اللي عندهم هذن نوع ديال الفيزات انهم يدخلوا البلجيكا فهذه واحد عشر يام ولا ثمني يام تقريبا بدأت ترجع الناس ومبعد وقعت تسا نوع بين شركة الطيارة المغربية وبلجيكا وخبرهم بأنهم الناس اللي عندهم مرة أخرى فيزا سياحة ممنوع بدخل الى بلجيكا والناس اللي عندهم فيزا تبدي ممنوع الدخل الى بلجيكا فيما يخص إسبانيا كان الناس كيدخلون إسبانيا يعني مسموح أنك تدخل فيزا سياحة يكون فيها كتر من شهر يعني يكون فيها كتر من شهر تدخل لإسبانيا وكذلك تبدي تجمع عائلي هذيك يعني يكون فيها شهر ما بغي يكون تدخل لإسبانيا لماذا يكون فيها كتر من شهر يعني وكأنهم يقول لك الغلق ديال الحدود غاديبقى عرح سياحة واحد وثلاثين يناير بالتالي فنتخصيكوا عندك أي دايب والتا يعني المشياء والمجياء تكون فيها شهر باش من اللي تسالع لك على أساس أنك غادي ترجع للمغرب من اللي تفتح الحدود مر واحد وثلاثين يناير هذا فيما يخص الخبر الأول ديال الفيزات واللي المحور دياله الأساسي وللموضوع الأساسي أصحاب فيزا سياحة أصحاب فيزا تجمع عائلي ممنوع يمدخل البلجيكا في هذه الساعة هذه كواء كأن البلجيكا ترد على المغرب وتقول يعني المعاملة بالمثل هذا فيما يخص الخبر الأول الخبر الثاني ندخلوه نشوفوه في سكرين كما دائما باش نفهم مكتر نشوفو الاستمارة والسفر إلى فرنسا عبر رحلة بحرية عبر رحلة بحرية عفون بالنسبة للناس اللي دائما كتدعم القناة شكرا بزاف مجرى محتاج الدعم ديركم الناس اللي أول مرة كتشوفنا فاشوف المحتوى ديال القناة ويدا عجبك بطبيعة الحل المحتوى فتسجل معنا واللي عندو شي سؤال التحت هنا يا واللي بغي تتصل بيا بإنستغرام فهو هنا يا إنستغرام اللي عندو شي سؤال ولا بغي شي لينك ولا شي رابط ولا شي معلومة ونقدر نسردلو بطبيعة الحل فنقدر نسردلو في إنستغرام ندوزل الموضوع الثاني إذن هذا هو الإعيان ديال القنصرية الفرنسية بالمغرب فكي يقول لك من أجل السماح ولا توفير الظروف ديال السفر بالنسبة للفرنسيين أو للمقيمين الأوروبيين وكذلك المقيمين في الأراضي أو على الأراضي الفرنسية يعني اللي عندهم لك تسجوخ السفر واللي عندهم السيارة مسجلة يعني عندهم السيارة دي المسجلة ولا مرقمة بأوروبا فغادي يكون واحد الرحلة بحرية خاصة يعني من أجهة ديال السفر ديال هاد الناس من المغرب إلى فرنسا وذلك من بعد ما وفقت السلطات المغربية على هاد الرحلة فهناك يقول لك الدبار غادي يكون نهار ميكودي 19 جنوية يعني الاربع 19 شهر واحد انتلاقا من ميناء ديال مدينة طنجة الموسط في اتجاه ميناء مارسيلية أه أفن ده پوور اشتي ان بي ي ي يل convien دابور دو سانسكري دو سانسكري سور لوف اوماليخ يعني باش باش تقدار تشري الباي اول حاجة اخسك تعمله هو أنك تسجل يعني ف هاد السيت هادة اللي عاملين هنا يهى يعني الموقع ديالو شوية ندخلو نشوفو شنو يهى الطريقة ديالتسجيل سهلا غير عاد نشوفها باش الانسان يستألس بها. يعني الناس اللي عاد تسجل فغادي تعيط لهم الشركة آآ البحرية اللي غادي تدي الناس اللي هي يعني هي اللي غادي تعيط الناس على حساب ياش وشنه هي الطريقة اللي اختروا بهالناس يعني على حساب الشكل اللي تسجل له ولهذا فالناس اللي عند الغارة تترجع وعند السيارات مرقمة في المغرب فهو الناس كذلك اللي ما عندهمش سيارات يعني انت تسجل فهذا بطبيعة الحال ما غاديش يدي وغير الناس اللي عندهم سيارات غادي يكونوا الناس اللي ما عندهمش سيارات وبغير نرجع للأوروبا طاية الحال فغير تشوف هذا الفيديو هذا تسجل لانه على حساب ما كيقول هنا غادي بدأوا يعيطوا الناس على حسب آآ يعني شكل اللي تسجلوا نقولوا احنا اللول في اللول والثاني بتباعوا بحل اللي كان نقولوا بالدريجة دي لنا يعني حتى يعمر الباركو بطبيعة الحالة يبقى يعيطوا الناس على حسب الورد دي لانسكريبسيون حتى سيعمر الباطو ولكن الاولوية بالنسبة للناس اللي كانوا دي جا شاريين البيي مع الشركة يعني لكما ما زال الناس في المغرب اللي كانوا دي جا شاريين البيي مع الشركة بقوا حاصلين في المغرب فهذا كعا تكون عندهم الاولوية هناك يضروع لا اه اللي تاغف يعني الاتمنة كيفاش ني يعني يقول لك الاتمنة را هي محددة اه يعني فقط من طرف الشركة البحرية اللي غادي تدي الناس وبالنسبة للسلطات الفرنسية في يعني ما عندها احتاج داخل بالنسبة للتامان ولا يعني رخص ولا زيد ولا نقص وانما فالتامان يعني الشركة البحرية هي اللي كتتحكم فيه وهي اللي حدت التامان ديال الرحلة ده ما غادي ندخلو نشوفو ماشي خلينا ندخلو للموقع دي لتسجيل يعني قبل اه هو مزيان يعني قبل ما اه قبل ما ما تشري البيي فاخصك اه طبيع الحال فاخصك تسجيل هنا يا ها هو الموقع اللي كدي تسجلو فيه اللي فرموية فرنس اه هو كيعودوا نفس المعلومات كتتعاود مهم ما احتاج نعودها من طانجة الى مارسيد تعطاش شون فيه كادا مهم من نفس المعلومات كتتعاود اللي كي اهمنا احنا يا هو تشجيل فهنا هي كم ما كتشوف يعني اه كتعمل اسمية اسم العائلي مثلا الاسم الشخصي مسائل مسائل بسيطة وفي المتناول زمع ماشي 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 شي صعوبات كبيرة يعني الواحد را ما غادش يعرف عمرتش هذا او لا انت هنا يا بتلبو منك الاسم العائلي لاسم الشخصي الاسم العائلي الجنسية كواش فرنسي ولا اوروبي او لا اوتخ اوتخ ما ترى نتقدر تكون مغربي نتقدر تكون مغربي او لجنسية اخرى هنا يا الرقم ديال ديال الباسبور وهنا يا اه يعني اختيك تسجل الرقم ديال الباسبور عفوا مشي تسجلوا يعني ملوحة الصورة وتدخلوا هنا ايه كاتم السيليكسيوني وكاتدخل الرقم ديال التصويرة ديال الباسبور باش يتأكدوا بي انا را داك الشخص هو انت طبيعا الحال تدخشي يجور فرنسي بنسبة الناس اما الباسبور بحال هنا او لالناس اللي عندهم تدخل سيجور ان فرنس الناس اللي عندهم بطاقة ديال الاقامة في فرنسا او لا الفيزا ديال سيجور اه ديال لانك سيجور بنسبة للتلاميذ يعني هذا هذا معناه بان را عاد يمشوا حتى طلبة لمسجرين فرنسا يقدروا يمشيو او لا الناس اللي عندهم فيزا الناس اللي عندهم فيزا الديال فكذلك يقدروا يتسجلوا في هذا الرحلة هدي بحال اللي كتشوفو هنا ديالناس اللي عندهم فيزا فكذلك يقدروا يطلعوا في هذا الرحلة هذه. هناك اتعمل الرقم للهاتف ديال فرنسا وهنا الرقم ديال الهاتف ديال المغرب. وهنا الايميل وهنا النوع ديال السيارة الى كانت عندك السيارة. وما بعد تعمل هنا سومين حانيك تسرد لهم الفورمولير. وإذا كتب ان شاء الله ما كيعيطو لكم حليقونا الواحد هو يزرب على حساب ما كيقولو كيعيطو على حساب الترتيب ديال شكون تسجل يعني الاولوية الناس اللي تسجلو قبل واحتل هنا نكون صلاة الاخر ديال الفيديو ديالي شكرا بزاة فرحة المتابعة كما دائما والقاكم في فيديو اخر باذن الله السلام عليكم